هذا وأكد الجيش الإسرائيلي دخول قوته شمال غزة وتوسيع العمليات البرية في القطاع خلال الليل كما أعلن المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري نجاح في استهداف قيادات من حماس متورطة في هجمات السابع من أكتوبر حسب قوله تمكننا من إصابة بعض من أعضاء حماس الذين قاموا بشن العملية العسكرية في السابع من أكتوبر الجاري وتمكننا أيضا من قتل قادة من حماس وما زالت قواتنا على الأرض وتقوم بعملياتها ولم نسجل أي إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي حتى الآن ونعمل على المحافظة على قواتنا عبر استخدام إغطاء جوي لتأمين حدودنا كهدف رئيس من هذه العملية كما تعهد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين لديها إن عدد المحتجزين لدى حماس يتجاوز المائتين وتستخدمهم كدروع بشرية ونحاول تقديم المعلومات المتوفرة عنهم لذويهم عمليتنا العسكرية تركز على القضاء على حماس واستعادة المحتجزين من داخل قطاع غزة